أهلاً وسهلاً مشاهدين الكرام على إتر الزيادات المتتالية في أسعار زيوت المائدة بمختلف أصنافها وأحجامها والتي خلفت استياءاً كبيراً لدى المغاربة نصدف معنا للنقاش وديع مديح رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب أهلاً وسهلاً سيماديح أهلاً وسهلاً سيماديح بداية سيماديح نبدأ تعريف الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك وتتبعها لشكاية المستهلكين بجميع الموضوع المغربية الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك هي أول جامعة التي خلقت في المغرب في 2003 في هذا الوقت كان الإسم ديالها هو الكونفدرالية المغربية للمستهلكين في 2009 تبدل الإسم ديالها وللات الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك فبالتالي كما قلنا أول جامعة للمستهلكين في المغرب كالتنضاوي تحت من الجامعة 45 جمعية حالياً لحماية المستهلك الهدف من هذه الجمعية هي أنها كتسعة أنها توفق بين جميع الجمعيات ديال المستهلكين الهدف كذلك منها هو أنها تساعد جميع الفعاليات في هذا الميدان هذا كتقوم كذلك بتكوين جميع الجمعيات اللي من ضوية اللواء ديالها وهذا يعني أننا كنعملوا واحد الجهد كبير باش يمكننا نخلقوا واحد الدينامية ديال حماية المستهلك وديال حركة الاستهلاكية في المغرب فكيف ما كان عرفوا أنه الوسيلة الوحيدة الوسيلة اللي ممكننا نوصلوها لأننا نوصلوها للمستهلك هي شبك ديال المستهلك وهذا الشبك ديال المستهلك تخلق في 2007 كتجربة أولى لكانت الجامعة الوطنية عندها 3 شبابيك من بين 4 اللي كانوا في المغرب كانوا 4 شبابيك في 2007 اللي تخلقوا بمبادرة من وزارة التجارة والصناعة وكذلك بدعم المالي من الجهات التي تمويل هذا المشروع هذا وجمعيات المستهلك بما فيهم كيف ما قلنا الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك اللي عندها 3 شبابيك اللي هي شبابيك اللي في هذا الوقت كانت شبابيك متطوعة كان هناك شبابيك متطوعة فابتداء من 2019 ولينا عندنا شبابيك مهنية هذا شنو كيعني؟ كيعني بأنه مرينا من واحد المرحلة اللي هي كانت فيها من 2017 حتى 2018 عندنا من ثلاثة شبابيك اللي هي تطوعية وصلنا الواحد وعشرين شبابيك تطوعي ومن هاد واحد وعشرين شبابيك في 2019 والتي عندنا تسعود شبابيك اللي هي مهنية في 2020 تزاد ولنا سبعات شبابيك اللي يولينا حاليا بواحد 16 شبابيك مهني فأفوق أننا في 2022 إن شاء الله نوصل الـ 35 شبابيك مهني شبابيك مهني هو الوسيلة كيفما قلنا قبيلات اللي هي كتخلينا نكون على علاقة مباشرة بيننا وبين المستهلك وهي الأداة اللي كتكون عندنا باش نوصلوا المعلومة أو لنصيحة أو لكذلك حلول المشاكل المستهلكين بالإضافة كذلك إلى مساعدات المستهلكين باش يعرفوا إلا كان هناك هيئة أخرى اللي كتقوم بعمل ما لأنهم اللي كتجيك شكاية مع المستهلك ماشي دائما كتجيك شكاية كتهم الاستيلاك ولكن كتقدر تهم ميادين أخرى أو لحالات أخرى فبالتالي كيكون هذاك المسؤول اللي في شبابيك كيحاول أنه يرشد أهل المستهلكين أو لا كيعطيهم واحد العنوين اللي هي مهمة باش يمكن لهم تساعدهم إذن هذا العمل هذا من خلاله ومن خلال هذا الشبابيك هذا كيكونوا عندنا كيفما قلنا شكاية المسالكين واللي هي في الحقيقة كتكون كتمثل واحد كبير من العمل لهذا الشبابيك لهذا الشبابيك اللي هي كيفما قلنا كذلك عندها مسؤولين مداومين كيعملوا من تسعود الصباح حتى السبعة دي اللاشية كل يوم واليوم السبت كذلك في الفترة الصباحية عندهم جميع الأدوات دي العمل والجامعة الوطنية لجمعية حماية المستهلك كذلك وفرت لهم واحد شبكة دي الاتصال اللي هي شبكة موحدة واللي كان نظن بأنه في المغرب الجامعة الوطنية لجمعية المستهلكة هي الوحيدة اللي عندها هاد الشبكة دي الى الى صحيح تعبير نقوله مركز للمداء اللي هو موضوع رهن جميع المستهلكة المغربة كذلك إن هناك واحد شبكة دي الشكايات اللي يمكن أي مستهلك أنه يوضع الشكاية دياله عبر هاد البوابة اللي هي تابع الجامعة إما عبر الكمبيوتر وإما عبر الهاتف النقال كذلك هذا النوع كذلك الجديد حيث أنه الجامعة الوطنية قامت بجميع السبول التواصلية اللي هي حديثة واللي كتستاجب كذلك الوضع الحالي كنا عرفوا بأنه المغرب غاديوك يتطور وبأنه هاد المرحلة هادي في ها التواصل أكتر إلكترونيا فالجامعة كذلك كانت عن الموعد ووجدت هات جامعة الوسائل هادي باش تقوم كذلك بمساعدة المستهلكين لا من ناحية كيبما قلنا قبلات النصح والإرشاد والتوجيه ولا من ناحية معالجة المشاكل ديال المستهلكين مشيكية المستهلكين نعم السيمة ديال تزفعنا في الأوينة الأخيرة احتجاج المغاربة عبر شبكات تواصل اجتماعي على زيادة في أسعار زيوت المائدة التقليق ديالكم السيمة ديال على هذه الزيادات وموقف الجامعة الوطنية جميع المستهلكين من هذه الزيادات هو الموقف ديال الجامعة كان موقف واضح لأنه هذا عبرنا عليه في البلاغ ديالنا هذه أيام احنا كمجتمع مدني اللي كيهتم بالحركة الاستهلاكية في المغرب اعتبرنا بأن هذه الزيادة هذه نددنا بها واعتبرنا بأنها أولاً ما جاش في الوقت ديالها وتانياً أنه ما يمكنش تكون عندنا زيادات في واحد المواد اللي هي أساسية بالنسبة للمستهلكم اللي كانت تكلموا على المستهلكناية كانت تكلموا على جميع شرائح المستهلك بما فيهم المستهلكين الضعفاء اللي ما يمكنش لهم أنهم يتحملوا عبء زيادات فالوقت اللي احنا كان عانيوا كمغاربة وكجميع المواطنين في العالم ككل كان عانيوا من هذه المشاكل ديال الوباء اللي هي أطرت على الصحة ديالنا كمستهلكين مغاربة وكذلك أطرت على الاقتصاد من نسوش بأنه هذا الوباء هدار عنده وحد علاقة مباشرة على الدينامية الاقتصادية في البلاد وفي جميع الدول إنه الحركة الاقتصادية ووقفات المستهلك مبقى شكي يستهلك كيفما كان خاص يستهلك عادة إذن كان اعتبروا بأنه هذه الزيادة ما هي شيء لا في توقيت ديالها مناسبة ولا حتى فاسمته في المنتوج اللي هو تزاد فيه كذلك هو مناسب نعم وهذا شركة تزيوت وش حصار متى حقوق المستهلك؟ احترام حقوق المستهلك هذا إشكال آخر لأنه باعتبار العمل اليومي في المجال الاستهلاكي كان اعتبروا بأنه ما زال موصلنا شيء الواحد الوعي اللي هو عند هذ المهنيين أنهم يقوموا باحترام حقوق المستهلكين مع الأسف الشديد والدليل على ذلك هو أنه لمشينا غير لاحظنا أول حاجة اللي هي مهمة هي الحق ديال المستهلك في الإعلام هو الأتمينة مثلا لما كلقوها شيء متوفرة في جميع المتاجر اللي كان في البلاد اللي كان في المغرب وفي التالي هذا حق من الحقوق ديال المستهلكين أنه يكون عنده الإعلام دياله في جميع المنتوجات في جميع الخدمات اللي هو كيتلقها ما الأسف الشديد هذا ما كان شيء هاذ الشركة احترمت حقوق المستهلك أولا لا فالوقت اللي كان قوموا بالإعلام وكان بلغوا واحد المعلومة المستهلك فهنا كان نظن بأنه كان قوموا باحترام واحد الحق ماشي الحقوق كلها كان احترموا واحد الحق من الحقوق ديال المستهلكين هنا يا شنو كيعطينا كيعطينا الحق كذلك للمستهلك باش يختار ففي الوقت اللي مثلا كنلقاوا لأنهم اللي كانت تكلموا على هاد المشكل ديال مادة الزيت وكان شوفوا مثلا جميع الفاعلين في هاد الميدان هذا زادوا في هاد المادة تقريبا في وقت واحد فهنا الإشكال ماشي إشكال احترام حقوق المستهلك بكتر من هي احترام التنافسية في السوق المغربية وهذا هو الإشكال الكبير لأنه بعد ما تلقينا هاد النبأ ديال الزيادة بغينا نتأكدوا نحن كجميعا بأنه واش كان حقيقة هاد الزيادة واش هاد الزيادة كتهم جميع المنتوجات وجميع الماركات اللي هي ديال الزيوت ديال المائدة فتأكد لنا عبر جميع الشبابيك ديال المستهلك اللي هي قامت بتحريات في جميع المدن اللي هي كتوفر فيها الجامعة الوطنية على شبابيك ديالها وكذلك على الجمعيات اللي هي من ضاوية تحت منها تبين لنا بأنه جل إلا ما كانش غالبية هاد الماركات هدي كلها زادت في الأتمينة ديالها بل أكثر من ذلك كان بعض التجار اللي يغتالوا الفرصة في هاد الوقت هذا وكان عندهم واحد الدخيرة كان عندهم واحد سطوك ديالهم ديال الزيت تمال للقديم وبهال المناسبة هدي زادوا كذلك حتى فهذا المخزون ديالهم اللي كان عندهم زادوا فيه بشيربحوا أكثر إذن من اللي تتضح لنا بأنه كان هناك اتفاق إحنا يا كجامعة وطنية للمسالك ما عندنا شيء أهلية اللي هي غنقوم بها بتحريات ولكن كان هناك مجلس منافسة كان هيئات أخرى اللي هي كتهم هذا الموضوع واللي حلنا عليها هذا الطالب بعدها أنها تقوم بالتحريات ديالها ولا تبت بأنه كان هناك تفاهم بين الشركات واللي هو ممارسة ضد القانون ديال الممارسة الشريفة لهذه التنفسية فمن الواجب عليها أنها تصدر القرارات الملائمة باش تردع هاد الشركات وعندنا مثال في جميع الدول أنها تقوم كذلك بهذا العمل هذا وحتى مجلس منافسة قام كذلك بمثل هاد الدراسات ومثل هاد تعميق البحث في بعض المواقف وعطى الأراء دياله وعطى كذلك حتى بعض القرارات دياله في بعض المواقف اللي هي في حقيقة كانت مشرفة له كمجلس لأنهم اللي كانت تكلم على الدراكي ديال المنافسة فهو كتجلة في مجلس المنافسة دور دياله كذلك هو أنه يحمي الاقتصاد الوطني من التلعبات ومن الممارسات الغير قانونية التي تدر بالتنفسية الشريفة بين الموردين وكذلك يحمي من خلالها المستهلك المغربي في هذه الممارسات مؤخراً أصدرت الجامعة الوطنية لشركات مصنعي الزيوت بلاغاً حول هذه الزيادات أشتري سيمادح تعليق ديالكم على مبررات هذه الشركات أنا كنظن بأنه حقيقةً هو كل مهتم بالموضوع لا من جهة الموريد من جهة المهاني أو لا من جهة المستهلك فكل واحد يدافع الحقوق دياله كيفما يبانوا له ولكن نحن بالنسبة لنا رغم أنه هاد الكلام اللي تكلموا فيه هو يقدر يكون يمكن كين نحن ما كنقولوش لله هاد شي ما كين شاي لأنه كنعرف بأن المادة ديال الزيت وزيت المائدة كيخدع الموضة الأولية دياله كتخدع الواحد اسميته عليه واحد للسوق العالمية وتقلبة السوق العالمية فبالتالي حنا شنو كنقولو كنقولو بأنه المستهلك المغربي ما خاص شاي أنه يتقاس في هاد الوقت الحالي في الجيب دياله لأنه رهو متضرر متضرر لأن الأزمة ديال كورونا خلته تضرر متضرر لأنه الاقتصاد ديال البلاد ما كيساعدوش أنه يكون عنده مداخل كيف ما كانت عنده من قبل متضرر لأنه واحد العدد كبير من المستهلكين المغاربة أو لمواطنين مغاربة اللي فقدوا العمل ديالهم كين عدد كبير كذلك من المهنيين حاليا العمل اللي كيربحوا منه اللي كيقتاتوا منه فهو مغلق يراخدين مثلا الحمامات على صعيد غير متال في الدربيدة مثلا هاد الناس هادو رهات قريبا سنة وهما سدين هاد المحلات ديالهم من اللي هما سدين هم هاد القوت ديالهم والقوت ديال الناس اللي خدامين معهم من قد يجيبوه ما عنده مش خصوصا كنعرفوا بأنه في هاد الباب هادا الاغلبية ديالهم رهو ما كيخدموه في واحد الإطار اللي هو غير مقنان ما عنده مش الناس اللي كيعملوا معهم ما عنده مش داما الاجتماعي ما عنده مش شي واحد الانغوسوس ما عنده مش من يجيبو مثلا الفلوس ديالهم فبالتالي الغلاف المالي ولا هادك البوورداشا ديال هادك المستهلك هادك ره قد فميمكنش لي انه يتحمل كتر من الطاقة دياله فالوقت اللي ما عنده شاي الفلوس فالوقت اللي ما عنده شاي ما عنده شاي العمل فالوقت اللي قدامه رمضان تاني غادي يجي وغادي ورمضان تعرفوا بأنه فيه مصاريف كتير فالوقت لأن المادة ديال الزيت هي باعتبارها مادة أساسية وضرورية لكل مستهلك كان خاص ولا بدا يكون وحد نظرة لهاد المستهلك المغربي باش يمكن عندنا إلا كانت عندنا مادة ديال الزيت هي اللي تزاد فيها رهت الشركة ديارة ما كتصنع شكل الزيت بوحده ما كتصنع مواد أخرى يمكن مثلا في هذه الحالة اللي هي المستهلك فيها المغربي متضرر غادي نشوفوا بعض الأمور اللي نتخلينا مثلا نفكروا بأنه ما تقصوا صيف الزيت اللي هو مادة أساسية ونشوفوا بعض المكملات أولا بعض المواد اللي هي غير ضرورية واللي بالإمكان دي أنه المستهلك يستغنى عليها ونزيدوا فيها مثلا هذا مثلا أنا ماشي ماشي المهمة ديالي أنا أنني نشوف أشنو خاص هذوق الشركة تديرو تترمى هو اللي كيهمني أنا المستهلك والحالة ديال المستهلك وخصوصا الحالة اللي كيعيش فيها في هالوقت الحالي نعم لكن من سيحمي المستهلك واش خاصوي نصادر قرار مجلس المنافسة ولا الحكومة ستدخل تتراجع عدد المادة ديال الزيت والدعمة شوف الحكومة هي الضامن ديال جميع الأمور اللي كتتصير في البلد فهي الأولى اللي خاصة تعرف بأنه شنه هو اللي غدي ضر المواطن وشنه هو اللي ما غديش يضر المواطن في وقتاش خاصة تدخل وفي وقتاش ما خاصة شايد الدخل فبالتالي احنا كان اعتبروا بأنه مادة ديال الزيت وخصوصا مادة زيت المائدة هي مادة ضرورية وأساسية لكل مستهلك فبالتالي هذا المستهلك الضعيف خاص الدولة والحكومة من خلالها تضمن له وتحميه كمواطن فقير كمستهلك اللي ما عنده شيء الإمكانيات وتوفر له هذا المنتج هذا بالأتمنة اللي هي كتوالمو وهنا راح كين القوانين اللي عندها وعندهم السبول كحكومة عندها السبول كيفاش يتوصل لهذه الأمور هذه وتعطيه مثلا واحد الأتمينة ديال تنفسية أو الأتمينة مناسبة للمستهلكين المغاربة وخصوصا الضعافة عندنا مثال مثلا في هذه السنة هذه بالنسبة للكمامات اللي الدولة الدخلات ودرت واحد الثمن اللي هو كان ثمن إجباري على جميع المنتجين وكذلك عندنا في الكوحول والجل يدغو ألكوليكتا وكذلك الدولة الدخلات ودرت واحد الثمن فالقانون كيسمح لها أنها تدخل ودي واحد الثمن في واحد الوقت اللي هو المستهلك يحتبر سومي أنه راح متضرير إذن الدولة خاصة تقوم وتحميها للمستهلك المتضرير نعم سبيديح شكرا جزيلا لكل هذه التوضيحات شكرا مشاهدين الكرام وندرك بكم موعدا جديد مع ضيف جديد